برنامج اليوم اسمه Fairy Tail موجود على تطبيقات الهاتف هواتف الأبل وأيضا iOS 11 ساببورت رح أعمل Open للغصة هي الواجهة الرئيسية للبرنامج طبعا أنا قمت بإعداد بعض القصص الموجودة على الشاشة الرئيسية كيف أقوم بفتح هذه القصة للتعرف على هذا البرنامج رح أضغط على القصة الأولى اللي اسمها الراعي ورح أعمل على إشارة البوك أو الكتاب المفتوح لأعمل سلايد شو رح أعرض الصورة القصة الفلاح الصغير كان هناك ولد صغير اسمه أحمد كان يرعى الخراب وحيدا في الغابة يرعى شوف بقية الصفحات بقي أحمد يلعب ويلبو في الغابة حتى تأخذ الوقت وكان هناك ذئب مختبئ كانت الغابة جميلة تذكر أحمد أن الوقت قد تأخر وأنه أضاع الطريق وفي الغابة كان هناك ذئب جائع انتهت القصة رح نشوف مع بعض كيف نستخدم هذا البرنامج الرائع أما شرح برنامج فاري تيل هاي هي القصة اللي أنا أعددتها إما أني أنا عشان أعمل قصة جديدة بضغط على إشارة الزائد فبيعطيني نيو فاري تيل رح أضغط أوكي أعطاني صفحة فاضية رح أضغط على هاي الصفحة الفاضية هلأ بلش الشغل بالقصة الجديدة في عندي في الفوق مجموعة من الأدوات صورة مايك هيلب وكتاب مفتوح الكتاب المفتوح عنده رواية القصة باستخدمها زي كأنها سلايد شو أما المايك هو اللي بسجل صوتي فيه على الشخصيات وأما الصورة هاي فهي بتعطيني الكاركتر النص اللي أنا بدي أضيفه وكل إشي كلمة ليبراري بتعطيني مجموعة من الخيارات كل قصة أو كل خيار بيعطيني شخصيات القصة الموجودة فيها فإحنا رح نروح على أول قصة لأنه أتوقع أن القصة هاد لك الشخصيات تبعونهم لازم نشتريهم أو نعمل ترقية للبرنامج فإحنا رح نستخدم المجاني علشان نوصل هدف أو فكرة في الدرس أو نعطي قصة للأطفال نحط أسماءهم يعني نخيل من جو التعليم العادي رح نختار كاركتر لا في العادة عادة أنا بختار بختار خلفية مثلا عشان الغابة بختار هاي الخلفية بكبر على المربع الأزرق بحاول أني أتحكم فيها أكتر علشان أني أنا أكبر هاي الصورة بالشكل المناسب للقصة تبعتي بعمل على تكبيرها بالشكل والإتجاه المناسب بعمل وبرجع على الشخصيات بروح على ممكن أختار شجرة ممكن أختار بيت طبعا أنا بختارهم هيك بعدين برتبهم أما الشخصيات بدي أختار صورة البنت هاي وصورة الذئب الشرير على حسب القصة اللي أنا بدي أعملها بمجرد أني خلصت من إضافة أول شخصيات على أول القصة رح أضغط على الصفحة أو على الصورة رح أعمل دن في البداية وأضغط على أول صورة طلعت عندي هاي الصورة علشان أعدل عليها رح أضغط على الصورة فرح يطلع لي فوق مجموعة من الخيارات قبل ما أتحكم بالخيارات رح أنا شو أعمل رح أغير الأماكن علشان تناسب شكل الشخصيات مع الموجود عندي أو حسب القصة اللي أنا بدي أرويها وعلشان أسجل صوتي رح أضغط على إشارة المايك وطبعا رح أبلش بتسجيل الصوت يا إلهي إنه الذئب الشرير بس أخلص بعمل دن هيك سجل لي الصوت لو بدي أعمل إشي تاني بعمل صوت ثاني طبعا الذئب ما رح أعمل صوته لأنه فيه إلو صوت أصلا موجود بأنيميشن القصة بمجرد أني أنا انتهيت رح أضغط على الصورة مرة ثانية وأعمل دن وأعمل فاري تيل هيك أجد عندي الستوري لسا لا سميت الستوري يعني أنا تعلمت كيف أعمل صوت وأعمل شخصيات طيب كيف أنا بدي أغير اسم القصة رح أضغط على ماي ستوري ورح أسمي القصة بالاسم اللي أنا بدي أسميه مثلا الذئب الشرير أو أي اسم أنا بدي وهنا الأوثر بحط اسمي علشان أميز حالي عشان البنات يعرفوا أنا اللي اشتغلت هاي القصة أو ممكن أحط أي إشي أنا بدي إذن هيك بنكون إحنا تعلمنا التولز أو الأدوات الرئيسية طبعا علشان أعرض القصة أو علشان عفوا أحط صوت على القصة رح أضغط على ذئب الشرير هناك تحت في عندي نيو ميوزيك رح أضغط على ميوزيك وأختار مثلا أي صوت أختار اللي هي تبعية الولف آخر واحد ورح أعمل دن هيك أنا بكون حطت صوت على اللهاي حطت صوت على الشخصيات وكمان خلصت من أول صفحة علشان أعرضها رح أضغط عليها وأضغط على السلايد شو أو الكتاب اللي وجد في الأعلى هلأ رح نسمع صوت بس أخذ أوكي علشان أنا يعني أضيف أي إضافات أو أي صفحات أخرى أضغط على إشارة الزائد الموجودة في الأسفل لإضافة صفحات أخرى علشان أعمل شخصيات مرة تانية بضغط على إشارة الصورة الموجودة في الأعلى علشان أضيف عليها من اللايبر الموجودة عندي الكاركترز والأبجيكتز والباكي جراوند والنص اللي أنا بدي وبهيك بنكون إحنا وضحنا بشكل مبسط كيف بإمكاننا نعمل هذا أو نستخدم هذا البرنامج علشان أعملوا داونلود أو أنزلوا علشان أستخدموا في الباوربوينت تبعي بضغط على إشارة السهم النازل للأسفل بيعطيني كوبي ولا قيت سامبل ولا بنا نعمل شير أنا بحب دائما أعمل شير بيعطيني مثلا سنتو ولا إيميل ولا سنتو آيتون ولا سنتو بوك رايتر لا أنا بدي أعمل رح أضغط ورح أختار مثلا الصور أو لدرايف دائما بحب أودي على الدرايف علشان أستخدمه على جهاز الكمبيوتر تبعي بشكل أسهل رح أعمل أبلود هيك رح يحمل لي على درايف تبعي لعشان لما أفتح إيميلي وأفتح لدرايف على جهاز الكمبيوتر أستطيع إدراجه على الباوربوينت تبعي أتمنى يكون هذا الفيديو مفيد لكل معلم ومعلمة كانت معكم دعاء منصور تحياتي